لأنه مش ممكن تكوني حليف استراتيجي وتكوني وسيط نزيه ما بين هيدا الحليف الاستراتيجي والطرف التاني ما نعطي الأمريكان أي أيام رومفتو مانوفر يعني حقيقة بهيدا الموضوع اللي عم قلك إياه أنه للأسف اللي مكنها لإسرائيل أن توصل بهالقوة اللي هي فيها بالتأكيد هو الدعم الأمريكي إليها بدون تأكيد بدون أي شك ولكن أيضا المواقف العربية الفلسطينية والعربية تبهم مش بس الفلسطينيين كانوا عاطلين بحق حالهم العرب كانوا عاطلين بحق الفلسطينيين أيضا يعني تتبين خانوا القضية للفلسطينية العرب ما هو كلمة خانوا القضية يعني شو يعني كلمة خانوا القضية موضوع الفلسطيني سعي أنه قضية كانت في الذهن العربي بس نحن تربينا عليها بس بعدين كانت تآكل وتآكل وتآكل ليه لأنه فعلا هذا موضوع بده تاريخ وجغرافيا بس أنه قلت لك حمل المسؤولية للكل بس منها المسؤولية الفلسطينية أيضا مش لحالة مين من العرب يعني شوفي لما كان في مجال للمصري ياخد أرض السينة أخذها هدي أرضه حقه وعمل سلام أخذ أرضه استعادة عبر المفاوضات فحم قلبه بطابة نفس الشي لما عمله أصده مين استفاد أكثر واحد والأردن راح عمل كمان يعني حتى ما في شي غير نحن اللبنانية قعدنا كنا فينا كمان نخلص معنا الإسرائيلية كنا فينا ننهي المفاوضات كمان بس كان في شي سوريا فرضته علينا هو لتلازم المسارين هيدا اللي كانوا يحكوا فيه هيدا كله تاريخ كتير يعني بده وقت أكثر من اللي نحن قاعدين فيه بس خليني أركز عن لي عم بحاول أقوله أنا عم بحاول أقوله أنه كل هالأنماط هيدا من كامب ديفيد شو تم تقديمه بكامب ديفيد من أولي الأمر كان ما قدموا مثل ما لازم يقدموا بكامب ديفيد بيل كلينتون أنا قلت له لبل كلينتون نفسه ليش عم تستجهد باللي قلت قال ياسر عرفات كان يجب أن لا يرفض ما قدم له فيه طابة قلت له كنا بموقتك عم بحكي أنا بمؤتمر إله هو فرحت لي تقوله السيد الرئيس أنه أنت ليه عم بتحكي عن طابة ليه ما قلت ياسر عرفات كان يجب أن يقبل بما قدم له فيه كامب ديفيد لأنه كان فرق كبير لا بعدين هو بعدين بشرح لكم بدروشوها هذا موضوع تاني الفرق كان كبير ما تقدم له لك ياسر عرفات اللي كان فعلا مثل صفقة اللي كان يجب ياخدها ولكن قدمت له فيه طابة بعض المفاوضات اللي عم تحكي عنها معلوس إسرائيلية شو صار ليش رفضوها الفلسطينية ليش عيسر عرفات ما قبل فيها روها على المعادلة الانتخابية بإسرائيل قال لك والله أنا باش تعطيها ليهودا شو اسمنا باراك ترى ما جاي بفتكر أنا ما معرف فلأ بتاريخ نفاتني ترى ما جاي شارون أو شي من هالنوع لأعتبارات انتخابية إسرائيلية راحت فرصة ضخمة كبرى لأنه كان الفلسطيني كان فيه ياخد أكتر بكتير من يلي ما تروح عليه هلأ واليوم نفس الشيء اللي عم بقوله طال أوكي يا أما بيكون فيه جدية بالعمل الأمني والعسكري ضد إسرائيل وتشوفي ما فيه بدك تكوني فيه شي جدي شي فعلي مش بس كلام يعني عبتحكي هون عبتحكي بالمقاومة طبعا مقلتلك عيد قدرى اليوم يعني الفلسطينيين قدرين يعملوا مقاوم بظل الأزمة الاقتصادية اللي هني فيها بظل ما هذا اللي عم بقولك أنا عم بقولك إذا فيه إمكانية إنه لتفعيل المقاومة بالمعنى الحقيقي مش بالمهاترات اللفظية فإذا هيدا خيار فيه يختاروا الفلسطينيين إذا هيك بدون إذا لا بدون يختاروا التفاوض بدون يعرفوا كيف عم يتفاوضوا بس ما فيه ونضلهم باللأ لا هون ولهون يعني مش معقول إنه نضلنا بنفس المحل بينما تتآكل البقعة الفلسطينية بقرارات بإجراءات إسرائيلية اللي هني أخذوا الأرض وبلعوها أو هلأ شو عم بقدموا للفلسطينية بتقليلي شو عم بقدموا لون ولازم يرفضون أنا من حيث المبدأ أكيد ما عم بقدموا لون الفلسطينيين أي شي من حق يعني بيستحق يعني بمستوى حقوق الفلسطينية ولكن خليني أقولك بكتكل بساطة إذا راحوا الإسرائيلية هلأ وعملوا ضم لغور الأردن والمستوطنات طبعا شو يعني ضم غور الأردن معناتها إنه أخدوا هيدا المنطقة إذا بدوا يكون في دولة فلسطينية ما بعدها ما بعد ضم غور الأردن ما بيكون في دولة إلها سيادة ما فيها تتحرك غير عبر إسرائيل ما فيها تكون عندها بتكون لا سيادة ولا قدس دولة فلسطينية هلأدك تقليلي طيب لك مش لازم يقبلوا بيليك على راسي إذا ما بدوا يقبلوا شو هو النقطة الاستراتيجية فإذا بس خليني تكمل أنا برأيي إنه إذا فات وأنا بش رأيي لحالي أنا حاكي مع فلسطينيين وحاكي مع ناس بفهم أكتر مني بالموضوع الفكرة هي إذا هلأ على الأقل وقف إسرائيل عن زحف الضم الميداني لهالأراضي يتطلب إنه شو ما كان يكون بمعنى أي شي نوقفها يعني قولوا نحنا منتفاوض تعوى عن الأسرة الدولية فوتوا معهم مش مشكلة يعني مش الأسرة الدولية إنه هدول الربعية ويجيبوا معكم العرب على القليلة ثلاثة على القليلة المهمين اللي هن الأردن والسعودية ومصر ليش لأنه هدول يجبوا يكون في وزن يدعمون وقولوا نحنا نحاضرين إنما الشرط اللي يسمح لإسرائيل بالقيام بإجراءات الضم هيدا اللي موغوضة فيها كوشنير دعا إسرائيل أنه تأجل عملية الضم إلى ما لا لا مارش بس بس معناتها شو نحنا مارش أيبرل يعني شو نحنا عم نحكي نحنا بشباط وأذار هيد الفصحة هيد يعني مهل للفلسطينية ما أنا عم بقول استغلوها بسرعة لحتى ما يكون منع إسرائيل من ضم هالمستوطرات وهيد المنطقة ما يكون يعني إيش بديك تقولي مفروض تتخذ إجراءات حتى ما يكون بس على شهر ونص هيدا التأجيل مفروض إنه خدي قرارات ثبتة منع إسرائيل من ضم هيدا الأراضي تثبيت هالمنع ضروري هيدا يتطلب المفاوضات هيدا يتطلب الخوض في المفاوضات إذا كانت اليوم الولايات المتحدة عم نقول عنا أنها ليست بالوسيط النزيه من سيرعى مثل هذه المفاوضات يعني حكما الأوروبيين ما رح يكونوا كتير يتباعدون عن الموقف الأمريكي أو كيف بتشوفي والأمم المتحدة عندك ثقة كمان أنها قد تكون هي المرجعية نسيها 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 تعالي لقلك شي أنا عشت بالأم المتحدة 40 سنة يعني مني وقرارات وورا قرارات وفعلا في قرارات طلعت كتير مهمة يعني حتى قرار الدولة فلسطين الدولتين حل الدولتين مين عملوا تصوري كان جورج دابليو بوش يعني كان مثير الموضوع كيف أنه وهيدا جورج دابليو بوش حق يعني حل الدولتين كان موجود بقرار لمجلس الأمن عم قليك قام إجا ترامب وضرب الشرعية الدولية كلها والقوانين فعندك وضع مختلف الآن يعني عندك وضع مين بدوا يجي يواجهوا لدونالد ترامب بقصة صفقة القرن مين رح يجي يواجهوا روسيا ما رح تواجهوا روسيا عندها علاقات كتير جيدة هلأ مع إسرائيل يعني فوتن ونطنياهو عندنا علاقات جيدة روسيا بتلتزم بالمرجعيات الدولية يعني اللي هي عملية مدريد اللي هي مبادرة السلام العربية اللي هي قرارات مجلس الأمن وإنها وإذات الصلة والربعية الربعية اللي قلتلك عننا إنه هي الأربع أطراف اللي قاموا برعاية العملية السلام كان عنا كان خطة بوش كان فيها خريط الطريق إذا بتتذكري بمواعيد ب يعني الحطات طبق ما تنفذ شي يعني إنه بالنهاية المطاف هلأمرش مثل ما بقلك أنا هيدا هيدا يعني الموضوع إنه كان عنا خطة أكتر كمالا من يلي طرحوا دونالد ترامب هيدا كمان هني بيشوفوا إنه سياسة الضد اللقات كمان مش مفيدة ما شو بدك بس تقول ضد أنا ضد وأستنكر وأشذب وإلى آخره كمان مش مفيدة بد يكون في عمل ضمن الربعية ضمن يعني قوى أفراد دولية غير عمل شي ما حدا رح يجي يضحي بحاله من شي نحن صين مالهية بحاله الله يساعد هون وأصلا ما كانوا عندون هالحماس الفائق باستثناء بقولوا نحن مع المرجعية الشرعية دول الأمريكا اللاتينية ثلاثة ربع ما أبدا بدون رضا واشنطن أفريقيا نصها بدت نقسم إلى آخره حتى الدول العربية أول مرة بتشوف أنه في موقف لدول خليجية ينفصل لأول مرة عن مواقف الدول التقليديا هي متولية موضوع الفلسطيني يعني الحراق وسوريا وحتى يعني كانت مصر هلأ طبعا في دول الخليجية ومواقف دول الخليجية ومصر متشابهة هلأ بس فيه انفصال ما هني بيسموه الدول الراديكالية أول مرة فيه استقلالية بالقرار فيه تقسامات عربية فلحب حاول أقوله أنه حرام بس مجرد بيع الحكي للفلسطينيين بعدين أنه يعني أنه فيه هلع هون يا نطيف التوطين وشي بنا نعمل ومدرشوه يعني صفى كأنه المعاناة الفلسطينية بأكملها هل يمكن قبل ما نوصل على التوطين هل يمكن يعني هيد الصفقة نعتبرها أنه ملزمين يطبقوها لا أكيد لا هيدا طرح هيدا خطة هيدا خطة أمريكية إسرائيلية هل مصير هذه الخطة سيذهب مع مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صعيد الرئاسي يعني يوم إذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أخذ ولاية تانية هذه الخطة تعتبر لا أنا يعني أنا لحد هلأ هي بعد خطة خطة دارة ترامب خطة صحر ترامب إذا بديك لحد هلأ هي هيدا طرح إذا حبيتي وهو المخيف في إنه هو خطة أمريكية إسرائيلية يعني لأول مرة إسرائيل هلدا كمان تلتزم بخطة عرفتي كمان هيدا مصيرة للانتباه لأن إسرائيل مش متقدمة أبدا بمبادرة بالماضي في ناس بتقولك والله هذا شيء كتير إيجابي لأنه حكوا عن دورة فلسطينية والآخرية عال بس بدك شيء ميدانيا يوقف بلع الأراضي وفرض أمر واقع تلو الآخر يمكن إذا يعني من هلأ تكون فيه انتخابات وإذا ما إجا ترامب بتقليلي بعدين راحة الخطة بيليك لا إذا كان إسرائيل فرضت أمر واقع تاني راحت فلسطين كلها إفهمتش عم حاول أقول حسنوا قووا القدرة على منع إسرائيل من انتفاذ إجراءات إحادية ما في خشي هون من الديموغرافيا يعني اليوم العدد الفلسطيني عدد السكان الفلسطيني هنا أكتر عمليا من اليهود يعني هده هو المخاض بإسرائيل بالأراض أنا عمليا في المستقبل في المستقبل راح يكون حجم الديموغرافي عن حجم عدد السكان الفلسطيني شمتك هدي كسبة طويلة عريضة اخترعوها بعض الفلسطينيين ليه إنه نحنا أهميتنا بالبطون نسواننا إنه بخلفه بصور ديموغرافيا المعادرة الديموغرافية بتكسر ما بتكسر لا أكيد لا يعني حتى من كل حقلك إنه الإسرائيل مش داري بهالشي مش داري إنه هيدا عم بيفكر فيه الفلسطيني ومفكر حاله إنه بكرة بفجر ما هني عم بيشتغلوا لمصلحتهم على حسابنا بعقلانية أكتر مننا نحنا يعني هلأ أنت عندك أولا فلسطينيين بخارج إسرائيل اللي هني طبعا إنه هيدول تحت الاحتلال وفي غزة طبعا ففي الضفة الغربية وغزة غير أعم تحكي عن الإسرائيليين عن الفلسطينيين اللي داخل دولة ما تسمى دولة إسرائيل وهذا كمان يعني يعني فيه عنصرية مش معقولة لأنه بيقلك الدولة الدولة اليهودية يعني هني مابساعد عن بيردوا بيهجروا بيعمل إبعاد قصري مش بس للفلسطينيين داخل إسرائيل بيعملوا إبعاد قصري بيعملوا يمكن هيدول بيفرضوا على كأمر واقع الأردن هو الأردن الوطن البديل ولاد بتعرفي شو يعني بيش حاطط معنا يعني يعني هيد الخطة كمان هزا الصفقة تمس الأردن إذا بديك وجود الأردن بحد ذاته هل مش هي مش بيصيغطها الحالية مش بيصيغطها بس أنه بديت يطلع له يعني قسم من تدعيات عليه إلى أي مدى بيكون فيه شرخ في العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية لو نعرف فيه نوع من العطف الأمريكي عن الأردن بس هل أد بس إذا فعلا صار فيه لا سمح الله يعني فعلا تنفيذ الإسرائيل رح تعمل شو المكان لحتى تنفذ اللي هي عندها ببالة إذا كان فيه معركة ما بين الأردن وإسرائيل مثلا بالإبعاد القصري لا سمح الله تحويل الأردن هو كبطن بديل للفلسطينيين الأمريكيين رح يقفوا مع إسرائيل يعني بهذا الموضوع ما نغش حالنا ما نغش حالنا إسرائيل موضوع is the domestic issue إسرائيل موضوع داخلي بأمريكا للأسف 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 ألف مرة نحن ما تحركنا من قبل ما تحركنا أبدا داخل أمريكا لحتى نبني تعاطف منهجي معنا ما تحركنا بالساحات الدولية لحتى يعني حقيقة أنا هو ظلم يعني جد إنه فيك تقليلي شو ما عملوا الفلسطينيين كان الظلم رح يجي كلهم وهو ظلم بس حقيقة ما بعرف إذا كنا وصلنا محل ما وصلنا لو لما كان فسلا فيه خلاف فلسطيني فلسطيني تول الوقت ما بعرف بس مين خلقه هذا الخلاف الفلسطيني إسرائيل خلق حماس إسرائيل من هي من الناس اللي سعوا من أجل أن تكون هناك انفصال أو معارك فلسطينية فلسطينية هي غزتها ما بدي أقول إنه هي خلقة حماس لأنه الناس بدأت تزعل كيف تقول إسرائيل خلقة حماس إسرائيل كانت بتمني يكون في حماس تنقلة بهالطريقة من مصلحة إسرائيل الانقسام الفلسطيني اللي صار بس اليوم ما عندي بس مين اللي نفذ هالانقسام والخلافات ونزلين ببعض ونوما فيش توافق يعني فعلا هني كما أنت سميتها القضية الفلسطينية بمعنى القضية وأزل الفرد الفلسطيني يوم بتوجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة ما رح يكون في أي نتيجة برأيك لا تعالي أقولك شو بيصير شو بيصير بيعملوا جلسة بتطلع الرئيس عباس بيروح وبيعمل خطاب مهم والناس بتتحاطف معه وتجي بتهد يعني للأسف إنه وصلنا لهون تعالي إذا حطوا مشروع قرار مثل الناس بمجلس الأمن إذا جاب تسع أصوات بيكون أبو زيد خالون شو يعني تسع أصوات تسع أصوات يعني هدولي الصوات الضرورية لتبني أي خرار حتى إذا ما كان فيه عليه فيتو ما رح يجيب تسعة إذا كان فمعنات طبعا يعني ما شعب نقول رح يكون بس طبعا لن يقلسون تبنيه بأي حل لأنه الأمريكان رح يستخدم البيتو ويعطله بس حتى قبل هالشي ما رح يكون في تسع أصوات أبو مازل أنا كنت معه بالمجلس بالجامعية العامة لما راح وعمل خطابه الشهير بالجامعية العامة ومسك عن المحكم الجنائية وقال نحنا بنروح على مجلس الأمن وإلى آخرهين اختلفوا داخليا يعني أنا بعد ما عمل هيدا الخطاب الشهير كان تشت الدني بشكل معقول وكان عندي عمل حديث معه كان فعلا يوم تاريخي وقف هنيك يعني أنا بقلك أبو مازل عنده رئيس عباس رئيس محمود عباس عنده عنده قناعة هو مقتنع إنه إذا سمح بعسكرة الانتفاضة الفلسطينية وإذا هو كان من مشجعيها إنه بيكون تدمير كامل لشعبه هيدا هو اختناعه غلطان معه خلي التاريخ يحكي فيها بس هو قال أنه يعني من وجهة نظره بيقول أنه لا لدولة يهود لدولة اليهودية معناتها من أنه ما هو حق شو يعني الدولة اليهودية يعني بتكون لليهود ومع مع الإذن بالترحيل الفلسطينيين كيف فينا نبرر اليوم الانقسام العربي يعني شفنا مشاركة ثلاث سفر عرب بإعلان الصفقة بواشنطن رجعنا شفناهم كمان موجودين باجتماع وزراء الخارجية العرب كانوا عم بدينوا هذا العمل هذا الانقسام العربي اليوم شو يعني ميزانه ليش يعني شو اليوم العلاقة العربي منقسمين العرب بس ما كانوا لها الدرجة منقسمين بلا لما راح الرئيس المصري على على إسرائيل سادات مكرم منقسمين كام ديفيد ما تظلون العرب منقسمين وما بيحكم مع أكتار ما بيحكم مع مصر طول عمر ان العرب منقسمين وانا ماشي الحال ما بجدروري يعني ما بعمر ان كان أنا وحدة عربية فالانقسام موجود في دول بتقول حسنوا الشروط في دول بتقول رفضوا التفاوض في دول بتقول لا لازم يتفاوضوا المزايدات التركية عليهم الفلسطينيين بيقوج مجدها نفس الشي المزايدات الإيرانية انه كله بس أقل مع هالمزايدات التركية والإيرانية ما رح يقدر يعملوا تدخل مباشر لإسقاط صفقة القرن مع كل هالمزايدات طيب شوفي هلأ إذا الأمريكاني عم بيتوعد مين ما بيجي وقف له صفقته بالعقوبات هم بيخافوا عحانوا يعني هيدا هيدا سلاح العقوبات صار مؤثر بطريقة غير طريقة بعدين أنا ما بدي يعني أنه نحن بنا يجي سيد رجل طيب أردوغان ويجي يعمل مزايدات على الموضوع الفلسطيني من شان ينمي حركة الإخوان المسلمين يعني وين هيدا فيها مصلحة لفلسطين وين كيف نسترجع فلسطيني من خلال تنمية الإخوان المسلمين كيف هاي ونفس الشي يعني أنه أوكي إذا بدوا مين بدي يفتح الجبهات السورية رح تفتح جبهات الجولان بعد ما هلأ تقريبا تم ضمع بموافقة روسية كيف مين إنه مفروض نحنا بس بلبنان نفتح جبهتنا هل تعتب اليوم حزب الله سيفعل مثل هيك أما قرار أنا ما بفتكر إنه حزب الله بياخد هيك قرار إنه يفتح الحال وجبهة لبنان وكل جبهات تانية مسكرة بيكون انتحار لا بيكون نحر للبلد مش بس انتحار بس إنه إذا يمكن إذا إجال قرار من طهران بهيك شي ما هو بتصير يعني الردود ما بنعود في إسرائيلية فقط بتصير الرد بيجي أمريكي إسرائيلي وبحمل إيران مباشرة المسؤولية هيدا هيدا الرسالة اللي طلعت من البيت الأبيض لما كان دونالد ترامب عم بيحكي بهيدا الموضوع الإيراني وهو عم بيحكي عن صفقة القرن تبقى لها أمية الانتبكية هي عم بيقلك عن هيدا بالذات اليوم إيران هل بتعتبرية محشورة كتير لحتى تقدر مثل ما بيقولوا تعمل بمكان الماء الرد إذا بديك تقولي هل هي بهيدا الواقع اليوم هلأ أنا بفتكر هلأ مرحليا بفتكر إيران بمرحلة التهديئة المؤقتة لأن ريثة ما تعيد دراسة خياراتها قلتلك المؤقتة ما بعرف إذا هذا قرار استراتيجي ولا لا بس فيه طبعا في إيران فيه كمان رأيين رئيسيين رأي بيقولك لازم قمع الانتفاضة داخل إيران وقمع المظاهرات بالعراق واللبنان وفتح أفاق التحدي للولايات المتحدة بأي شكل كان وربما فتح الجبهة اللبنانية بوجه إسرائيل فيه يمكن طرف من الأطراف الحراسي الثوري بيقولك من بلا هيك وإلا أنه الموضوع وجودي إلون هني يعني أنه وصلنا لمحل ما بقى فيه أعمل شيء عليه وعلى أعدائي هذه وردة بس هذا بيكون فعلا قرار انتحاري وقرار بنحر لبنان مش بس انتحار إيراني فما عارف أنا إذا كان فيه الرأي الآخر اللي بيقول بالعكس تحلوا بالحكمة ولبوا بعض المطلوب اللي هو مش ضروري التوسع الإقليمي ومش ضروري التصعيد النووي وقعدوا وحكوه معنا أنه نمر كان يبدو يحكي بس لحديث هلما عم نلاحظ بالتوجه الإيراني في تفعيل لعملها النووي عمليا فيه اليوم موفد أوروبي موجود بإيران العبيب حسب الملف النووي عن جديد بديك تشوفي أوروبا اليوم إلى أي مدى تتماهى مع الولايات المتحدة الأمريكية بالسياسة ضد إيران لا أخبرك شغلي بآخر مرة مع أختي القاسم سليماني شفنا أنه كانوا فعلا متطابقين ايه وقبلة لش أنت مش عم بتلاحظي شعم بيصير من مواقف أوروبية عم بيحكوا الأمر للأوروبيين أولا ما لبوهم للإيرانية الإيرانية طار عقلهم كانوا مرهنين أنه الأوروبا بتجي بتعملهم الآلية المالية اللي بتنقذهم من العقوبات للدرجة بتمكنهم أن يبيعوا النفط ما لبوهم الأوروبيين بعدين بلشوا الأوروبيين يحكوا بسناب باك يعني اللي هي إعادة فرض العقوبات بموجب قرار مجلس الأقرارات اللي رفعت العقوبات الدولية فيها عن إيران مش الأمريكية فعم بيحكوا أنه في مجال إعادة تطبيق العقوبات الدولية إذا إيران دخلت بمجال خرق التعاهدات النووية بموجب الاتفاقية النووية لا الموقف الأوروبي صار كثير قريب من الموقف الأمريكي وإيران حاسة هالشي وجنين لأنه كان هيدا الرهان لأنه لا أوروبا بتعطي مجال أكتر لا ليش لأنه الأمريكان عرفوا كيف يلعبوها يعني إذا كانوا الأوروبيين لو صلحوا بهالشي الشركات الأوروبية كانت توقع تحت العقوبات الأمريكيين ما في شركة أوروبية بتجي بتسترجي تعمل هالشي وتخسر كل شغلة فإذا بعدين حتى بموضوع حزب الله بتلاقي إنه في كتير تغيير بالمواقف خدي بريطانيا على سبيل المثال بريطانيا كانت تتميز بين الجناح العسكري والجناح السياسي لحزب الله هلأ لا صاروا اتنين بيعتبرون بيحطون بين مزدوجين في خانة واحدة بين مزدوجين ومنعت أيضا التعامل معه بالتعامل التجاري وكل الشركات حتى ألمانيا تغيرت عم بحكي إنه لأ حتى عم بحكي مع حزب الله شغل الشركات لأ حطته كمان تحت الأنون اللي بيمنع التعامل معه لحزب الله لا إيه ما عابلك أنه بهذه ما كان فيه تمييز ما بين الشق السياسي صار كله مع بعضهم صار كله صار بهنو ونتظروا إنه ونفس الشي حتى ألمانيا ما في غير هيدا التريس الإيراني اليوم هل هو مرتبط فعلا فقط بس بمناطق النفوذ الإيراني يعني مرتبط أنه هو التريس كمان أيضا داخلي لأنه في عندك تحديات اليوم بالداخل يعني بهيدا الشهر في عندك ذكرى مرور 41 سنة على الثورة الإيرانية عندك بعدين الانتخابات التشعية الإيرانية هل هي مرتبطة فعلا بشو يعني هل هالتريس الموجود ألم لاحظة بالعراق أنا قلت لك ما بعرف إذا هو التريس أنا التريس أو إعادة قراءة إيه أوك إعادة قراءة أممكن التريس بينما يعطي عاد القراءة مش قرار استراتيجي أنا ما بعرف إشو قرارهم استراتيجي بعد أنا م مفتكر تخذ ما بفتكر تم إتحاد القرار استراتيجي عم بيراجع الخيارات المتاحة أمامهم هل وضعهم صعب حكينا عن الأوروبيين حكينا عن العقوبات حكينا عن تربس الأمريكيين إلهم والتواعد بأكثر بكرة بدونيعملوا عليهم حصار اقتصادي مش بس عقوبات وعندك كمان نتيجتها بالداخل الإيراني نحن ما بنعرف شو صار بالداخل الإيراني بس فيه انتفاضة فيه ناس اللي عم تموت فهن كمان هيد الأولوية هي للتثبيت النظام داخليا بس بالوقت زيته في الثاني بالعراق في العراق عم بيفلت من إيدن وهون مهدينا بالربنان قال لك خلينا نكون في عنا حكومة حكومة يعني من صلح حزب الله أو موالي لحزب الله والبدكية فش حكومة حزب الله خلص انه هيدا بيشتروا الوقت تهدئة تهدئة مؤقتة لشراء الوقت ريثما تتخذ القرارات أنا سمعت من الناس انه القرار الداخلي هو انه مش معقولي يقدروا يضاينوا داخليا إلا بقمعها الثورة داخليا طيب لكن إذا كان القرار القمع هو القرار الاستراتيجي بدنا نشوفه بالعراق بدنا نشوفه بالعراق ضد مظاهراتهم هون عم نشوفه بالعراق وعم نشوفه باللبنان بطريقة تانية طيب اليوم باللبنان توقفات سياسة القمع ما رح تحكيني بالتوطين سيتي بلا لايك وينهم رح اقلك عن التوطين بالنسبة للبنان عندك ثلاث لا عندك ثلاث تحديات عندك ثلاث تحديات اللبنان مش قادري فيه يقول فيهم لا هلأ كنت عبت قوليه لأنه الفلسطينيين ما لازم يقولوا لا بكل شي ونحن عم نقلك باللبنان في ثلاث اشياء اللبنان مع بيقدر يقول لا عمليا اول شي التوطين المخايف تابعه اثنين المواجهة يعني الامريكي الايراني وانخراط حزب الله فيها لأنه عم تنفرد عليه ثلاثة وتدعيات صفقة القرن والحرب الديرة بالمنطقة بالنسبة للغارس وتدعيات بتكتعتيني اليوم ترجعي اليوم واحدة رح خلينا نبلج بالتوطين لأنه التوطين أنا من وجهة نظري شخصيا أنا من وجهة نظري هاي دي خلاص صار لازم تنحسب لازم أنا برأيي توجد صيغة لتوطين الفلسطينيين بمعنى مش تكونوا يعني مسلا انت نقول مسلا اني العطاء ما بيصوتوا ضغري بعد عشرين سنة بيقدروا يصوتوا أو هيك شي حتى ما يكون الناس بيقولك آه عملتلي المعادلة الطائفية والتصويت والانتخابات فيك التائفية آلية فهيدا واحد السبب الثاني انه طيب ليش نحنا ما بدنا دولتنا تفرض سلطتها على كل أنحاء لبنان بما فيها المخيمات الفلسطينية ليش أنا بدي يكون في بقر بمخيمات فيها تعطير وفيها أهر وفيها بقس وفيها سلاح وفيها نقمة ليش بدي إياها تبقى عندي أنا ببلادي أنا لا يعني بالعكس خلي التوطين يعني بيصير إلنا حق بسط السلطة الدولة في كل أنحاء لبنان ثلاثة إذا عطيتوا لنا الفلسطينيين التوطين بصير عندوا بسطور أختي بصيري في يعني هني يمكن شو أديس طرع ميو سبعين ألف تقريبا هلأ صاروا بس ما هون في عندك الأرقام متناقضة يعني ما الرقم يلي موجود يا ستنا مننن خمسمائة ألف مننن خمسمائة ألف يعني هيدول الناس صلن هون عايشين بي الله يساعدهم به التعطير اللي عايشين فيه أولا إذا واحد بدي يقول أنا بدي أتضامن مع الفلسطينيين ضامن معه كإنسان هون ضامن معه حيش تحقيره فإذا هيدا لمصلحة أنا كربنانية إنه ما إخلق هالبقر هيدا الموجودة اللي ممكن يعني تسبب لنا مشاكل هيدا الموضوع يعني في عنديك نوع من الإجماع اللي بناني على رفض الطوط أنا عا بيليك لأ ليش إجماع يعني شو يعني إجماع مش إجماع كله هيك تقنن في هالطريقة إنه إنه هن تقول السياسيين هيك قرروا لأ ما نحنا فيه شي جديد عم بيسي بالبنان هل أنت بتشاطر المخاوف يلي بتقول أنه الأموال يلي معروضة يعني من صفقة القرن الكم مليار هولي ثمن لا يعني مش يعيين يشتروا هون بالعكس هدولي الـ 50 مليار اللي هي ما بتكفي هدولي مفروض يعني دار إيرماركت للدولة فلسطين يعني المشاريع استثمارية مش لا حتى يجوا يدفعونه للفلسطينيين باللبنان يقولونه ها توطنوا وخدوا هذا يعني هدي صارت إهانة للفلسطينيين إذا بواحد تفكر فيها بها الطريقة حقيقة إنه حالة اجتماعية غير طبيعية لتقبلي إنه يكون عندك مخيمات مسلحة ببلادي وإنت بتقولي لا بد إياها ليه ليه بدك إياها بدرت آرني هون الموضوع ما بعف إذا يجوز المقارنة بين الوجود الفلسطيني والوجود السوري لأن حكما لبنان حكما عندك عبق الشعبين الموجودين أبدا 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 هدولك عندهم دولة الفسوريين عندهم بلد فيهم يرجعون إيه هن الفلسطينيين حسب هدي الصفقة بما صارت ولا ما صارت هن حسب الصفقة فيهم يرجعوا على دولة فلسطين مش بيرجعوا على بيوتهم اللي صارت إسرائيل شفت الفارق كبير بس إني عكل حل بيغض النظر إنه إذا أنت عطيت يعني حقيقة أنا ما شايفي أي فوق إنه بس الاعتبارات الانتخابية وإنه بيصير في عنا أكتر سنة من شيعة أو شي من النوع يختي ما تخلينه يصوتوا من هلأ إلى عشرين خمسة عشرين سنة يخلق الله ما لا تعلمون هذا واحد هذا أنا بالنسبة من موضوع التوطين حرام اللعب فيه من هلأ ورايح وبعدين أحسن شين إحنا المرأة ما إلا حق طعطي ولادها الجنسية قال لي خايفين أنه يتوطنوا الفلسطينيين لا خلاص بقى نكت خلاص كبرت يعني صارت صارت حقيقة مش مقبولة القصة بس التاني شغل التاني شغل النزال يعني الموجهة الأمريكية الإيرانية وأنخراط حزب الله في هذه الموجهة يعني فرض السياسة عم نشوفها هلأ واضحة قدامنا بلبين الوزارة طبعا الحكومة بشكل الحكومة بتوجهات هذه الحكومة بعد في عنده لبنان هامش الحركة اللي يعطي الصورة مغيرة للمجتمع الدولي لا أكيد لأ أنت يعني نحنا منظلنا نقول للعالم فهمونا والعالم ما بقلنا لأ أنتو فهمونا يعني طول البقاء بتظلوا نقولوا اللبنانية نحنا شو بنا نعمل ما فينا في الأمر كان قالوا أنتو ما فيكن ونحنا ما فينا يعني أنا بدي ألك إياها بكل بساطة هيد الحكومة لما تقلف يتنى عارفين أنه ما رح يقدر يجينا فرانج وإي مؤثر روعة تأليفة كانت كل شي واضح أنه سادر مش جاية مصريات الأمر كان مش جاية مصريات الخارجيين مش جاية أنه بتعمل حكومة حزب الله قد ما قلولك لأ هي مش حكومة حزب الله أو حكومة اللون الواحد هي حكومة اللون الواحد أوكي ضلوا ضلوا نقاوموا أنه يكون فيه شي اسمه حكومة تكنقراط مستقلين غير سياسية تعمل يعني تكون تجيب تكون على رأسها سيئي أو رئيمة المدير برق يعني شركة فعلا تنقذ لبنان تعطيها سنة سنتين تحول دون الانهيار هيدا كان المطلوب وهن بيشتغلوا سياسي بعدين مش عم حدا نقال له نموتوا محدا نقال له نتحلم تكونوا عدين ثبتوا نفسكم قصبتوا نفسكم يعني واستعيدوا ثقة الناس وثقة الشارع ما قبلوا بدون يضلوا حكومة سياسية لحتى يضلوا مسيطرين بالطريقة التقليدية طيب هيدا الثمن نحنا بنا ندفعه كشعب نحنا رح ندفع هيدا الثمن بانهيار البلد نتيجة رفض تلبية مطالب الشارع اللبناني والشباب اللي عم يطالبوا بمستقبلهم مش بس الشباب هيدا ثورة عابرة للأجيال والناس طلعت وقالتلهم نحلوا عنا بقى وقفوا وقفوا سيطرة وهيمنة وقفوا سرقة وقفوا للكل وجد كلهم يعني كلهم بدون استثناء فقاموا لأ قاموا وقرروا انه بجيبوا حكومة مثل ما هني بلقوها مناسبة محاصصة والمفاق والأهل شو بعدين بقولولنا مرات لأ ما في عنا الباب وابي السورية رح تلقزنا لا والله نحنا مقبلون على تطبيع العلاقات مع سوريا يا اختي كيف دوي قصدك بلدي كده الانهيار تعت كونوا عقلين بلد يعني إذا إذا عطيت هيدا الحكومة بوقت تتاخد تسترسل منكون فتنة بجورة ما منطلع منا ما تفكري أنه ما هي عمقلك بتصير تغوصي بالمستنقع بجورة ما بتطعي منا طلعي بالدول شو صاري بالارجنتين شو صار بفلسولا خدوا من التاريخ خدوا عبرة مش أنه ها بتمرو ما بتمرو أداش اليوم في أفق قائم موجود لحصول التغيير يعني إذا بتشوف المسودة تتبين أنه بعد لهلأ ما صار رسمي المسودة بعد لهلأ بتحاكي إذا بديك تقولي الثورة بمشي حكي حكي ما في شي ما في جدول زمني ما في يعني أنه يعني دغضغة مشاعر يعني أنه عم بيطلعوا بيان يا لطيف وطولوا صفحتان بالجريدة ومدرشو باش أنه بتوابت نفسها توابت نفسها غير أنه أنه إحنا بناء مفهمنا عليكم أنتوا معكم حق خي معك حق بتعمل هالتالي بتعمل دغري شو اسمه قانون انتخاب جديد دغري يعني بتلاقي طريقة أنه أنت هذا البدك بعده مجلس النواب كمان كلهم قاعدين بس كانوا مخبيين على أساس أنه بتمرق بتمرق لا فضحت القصة بقلك إذا بتكونوا جديين يعني فيه شرقات معينة مش بيان وزارة بجعب بقلك بأكد لك التوابت نفسها وكأنه ما صار شي كأنه ما طلعت الناس صلى مية وثلاث قد يصر مية وثلاث عشر يوم ما بعرف بالشارع بقلون ممنوسة فيك ونعملوا شي غير شي والإنهيار والناس بطالة وجوع وهلأ جاي الأسوأ جاي للأسف الأسوأ جاي وبعضهم هني بيعتبروا كأنه ربنا حطهم أولياء أمرنا للأبد يا أختين لا مش منزلين أنتوا يا جماعة تمسك حزب الله بهذه الحكومة تمسك حزب الله بالنهج لهذه الحكومة ووضع لبناء بمحور محدد شو يعني شو الضغط يلي يجب أن يمارس لحتى شوي يتم التواصل أقل على الصعيد السياسي إلى حل ما بالبلد يعني اليوم بده سما ولا لا بده يصير في تغيير من وين بأي سلطة هو يمسك اليوم بكل السلطات طيب لك خليه ماسي والبلد من هار ماشي الحال شو بدك قل لك أنا يعني أنه بدك قل لك أنه رح يجي أموال حتى تتمكنوا أنه يمكن نفسه أكتر ما رح تجي خليني أنت سألتيني خليني أنه كتير دقيق الموضوع أنت شوفي شو الأولوية أنا يعني أنت شوفي مثلا ري شعن يكتبوا بالأخبار ري مثلا يعني مثلا في هون لا نمانع قيام دولة طبيعية عادلة لكننا لن نصرف كل جهد وطاقتنا هنا لأننا نعتقد بأن هزيمة المشروع الأمريكي السعودي الإسرائيلي تمثل الأولوية أنه هون عنوان المسألة الداخلية البنية هي تنطلق من أولوية قوى محور المقاومة وهي ليست أولوية البنية مثلا يقولوا أن المقاومة لا تريد أن يجرها أحد إلى معركة لا تخدم معركتها الأساسية وبمعنى أدقفة أن قوى المقاومة لا يمكن أن تكون مع القهر والفساد لكنها لا تتصرف على أن مواجهة هذه الأمور باتت أولوية تفرض نفسها على أي بند آخر مين أيلا إبراهيم الأمين بي الأخبار يعني أنه عم بيعطي رأيه بوضوح مش أنه عم بيراوغ عم بيعطي رأيه بكل وضوح عم بيعطينا الصورة طب إلو حق هاي دي أولوية أولوية ده كمقاومة كممانعة كل واحد إلو حق بهالبلد يقول بده إيه تعتمد الأكثرية شو بده وعدين كيف وشو نتيجتها شو نتيجتها إذا أحدا بيقل لي إنه أكّن نحن ما بدنا نحن أي قوى المقاومة مش ممكن تكون مع القهر والفساد ولكن نحن أولويتنا هي مش أولوية تكون نحن بالعكس الشعب عابقون نحن بدنا القهر والفساد يبطل وبننا المحاصصة تبطل وبننا سيطرة الأخطاب السياسية تبطل وبننا نكون في قضاء مستقل ونزيه وبننا يكون في اسمه قانون انتخابات جديدة في مجلس النواب هذه مطالب حقيقية هذه الحكومة اليوم الاتحاد الأوروبي عم بقول موضوعة تحت المراقبة عم برأبوها كيف بد يكون أداءة خلينا أقول أنا عابقلك أنه هيدا اليوم أجدد موقف أوروبي بقول أنها موضوعة تحت المراقبة يعني اليوم أجندة هذه الحكومة شو بتشتغل على حسب أداءة راح يقولوا إيه ولا لا عمليا حتى الأمريكان بالذات قالوا هيدا الشي يعني مش بهالطريقة الواضحة بها بس أنه ينتظرون يعني ما لا 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 ما فيك تفسري هيك قصص حتى شنكر قال بالذات قال أنه ننتظر شو بدي يطلع من هذه الشبتوني قلولنا يعني ما كان فيه موقف هالقدة إنت شو بتتوقع الأمريكان ولا الأوروبيين ولا الروس ولا الصين ولا كذا شو بتوقع يقولولنا هيدولي لغة ديبلوماسية هيدولي لغة ديبلوماسية الشي واللغة العملية الشي تاني باختصار مفيد باختصار مفيد إذا ما أجينا مصاري نحنا نازلين شك على راسنا وهي دي الحكومة مش ممكن تجيب مصاري حتى لو بدأ 100 يوم و3 شهور بالعكس بينما الانتظار لهالشي بنكون نحنا نزلنا بالجورة ما منطلع منا يعني أنا بنتقدر الموقف الأوروبيين اللي عم بيقول هيك لأنه هني عارفين يعني هني الأوروبيين أكيد يعني مثلا الأوروبيين بيجوا بديقولك لا نحنا مش معا شو اسمه نحنا مثلا بالموضوع الفلسطيني نحنا لا نحنا لا نؤمن باللي عم تعملوا مثلا إسرائيل هون وغلي يخي عمولوا عقوبات على إسرائيل ما أنت أنت أهم حليف مش حليف حتى شريك استراتيجي اقتصاديا لإسرائيل فرود عقوبات لا نفس الشي هون بيجوا بيقولك لا نحنا بنا لازم باللغة هذه بنا نعطي الوقت هو خايف إذا ما عطى الوقت وإذا صار في هالفوضى شو خايفين الأوروبيين إنه كون فيه هجرة جماعية من هون لعندهم خايفين على حالهم عم بيحاولوا كمان يشتروا شوية وقت مش معقولين ألانيين بس بالوقت زيته باللغة الدبلوماسية ما رح يقولوا لا نحنا بنرفض نعطيه بوقت الحكومة يعني كمان مش مسؤوليتهم مسؤوليتنا نحنا هايدي حكومة إجيت وعارفة حالة إنه بيصيغتها بلونها حجبت عنا حجبت عنا إنه نحنا كشعب الإنخاز حجبت عنا إنه نكون عنا حكومة إنقاذية حقيقية فكانت فيها فعلا نتعوم البلد ونرجع ونكون على المصار الصحيح وهيد الثورة مستمرة هذه الثورة مستمرة شفني لشوية انكفاء في الأسابيع الماضية عادي عادي ما عندك مخاوف أنا متأكدة إنه هلأ هيدولي شباب الثورة ومش بس شباب وصبايا برجع بقلك هي عابرة للأجيال إنه فيها الأم عم تنزل مع ولادة والبي والحجدة عم تنزل التي مورست بالفترة الأخيرة شفت رجال كبار عم بيمارس العنف لا بس شفت رجال كبير حط حاله على الطريق قاله ما بدي سكر الطريق إنه راح وركض ورام أحجار لا بس رام بجسمه على الأرض وقال إنه أنا حتى ما يفوت وادعسوا علي هيدا كمان يعني العصيان المدني هيدا طبعا ما حدا بدوا يعني يسمح يعني كمان انتبهي قعدوا جابوا لنا مئة لغة المندسين والزعران طيب إنه وقفوا معنا شي ما أنتو كمان حمستوهم وهني حمسوكم ماشا الحال بتصير بتصير بالثورات بعدين عملونا إنه كأنه المصارف إنه العدو الأول أكيد المصارف بدون المحاسبة أكيد حاكم لبنان بدوا يكون تحت المجر بس نحن مش نحن ثورات على المصارف هيدا هيدا ثورة على على النظام القائم على السلطة بكل بكل رجالها لأنه معظمهم رجال لأنه تسلطهم على على البلد رفضهم إنه يسمعوا للعالم يلبوا مطالب العالم لأ إنه أكيد إذا كأنه في في انتقادات الدني للمصارف ولمصارف بس بتحول له العالم بالحكي قداش سعر الدولار اليوم له العالم عمدا عمدا إنه بلكي بيلتهوا كل شي عم ينعمل حتى يحاولوا يلهاقهم بس كيف بدوا يلتهوا يا سد دعاء ما رح يلتهوا لأنه بدوا يكونوا جعانين واللي مش جعان بدوا يجي يشتغل ويعمل محاسبة بطريقته كل واحد بدوا يقوم باللي بيقدر عليه بس الجوع اللي هو بدوا يجي يخلق لهم حالة غوغائية لهيدول أهل السلطة رح يندموا عليها أحني قاعدين برا بيوتهم هلأ ببيوتهم مسكرين على حالهم بس ولادهم ما بقى يضلهم بقى مسكرين ما رح يعيشوا حياتهم مسكر عليهم إلا طبعا بكونوا رححلون يمكن هن كمرة بس هيك مش بتنبلا بلاد بدوا يعرفوا إنه خلق هالحالة الاجتماعية هاي رح يقدي إلى فوضى غوغائية وغوغائية الله يسطر الله يسطر يحطوا عقلهم براسهم يعيدوا النظر ما بيصير أهم شي بيصير لو أنك بدي إحلام بدي إحلام هيك حلم فيك تحلم هالبنك حقق بحلم إنه هجلس النواب بقوبوا بستقيلوا هني بيطلعوا قانون بإنه قصروا مهلة قدمتهم دجعوا مقدم هيدا لأنون اقتراح تقصيرهم خذ الكتاب مقدموا ما بدون إلا يصوتهم خذيهم هني أصروا المهلة فعلا يعني الدغري حتى ما يكون فيه فوضى يأصروا مهلتهم جديا يعملوا قانون انتخابات جديد يجي هيدا حلم فعلا بدي يكون فيه حركة جدية من قبل رئيس الجمهورية أو أعلن إجراءات عملية حتى يكون عنا قضاء نازية يعني كثير مهمة هيدا بدي بحلم إنه هيدا الحكومة بتستقيل وبتقول بتعرفوا شو تناعنا بدنا حكومة التكنقراط تعو نحنا رح نقعد إيه خلص فهمنا تجي مستقلين عنا كفاءات الدنيا تجي هيدا الحكومة وببرنامج وفيه كثير برامج بالمناسبة هلا أبطنحط بحلم إنه تجي هيدا تتسلم تدف ويكون فيه عملية محاسبة وشفافية ومراقبة والنهوض بشعبنا لحتى يكون حقيقة قادرين نحترم بعضنا ونحترم حالنا بحلم بحلم إنه نقدر يكون عنا بلد فعلا كدولة فعلا تفسط سيطرتها وعلى كل أنحاء البلاد سيادتها عفوا سيادتها هالسيادة لازم تكون على كل أنحاء البلاد مش ممنوعة بهيدا المحل ومسموح فيا بهيدا المحل نحنا بحلم إنه جيشنا إنه يقدر نشوف حالنا فيه ما يبلش يعني نخاف إنه يا رطيف ما من فينا نقول شي عن الجيش بلكن أسم لا وبعدين شو حلو اللي صار شو حلو اللي صار من النبطية لصور لطرابلس لبيروت شو حلو اللي صار وبعده عم بسي جلسة الثقة تنختم حلقتنا بجلسة الثقة شوف تشعب طليني بحكي ما قول بسكوت جلسة الثقة شو ما نعم فيه ما نعم الثقة لا بده بده مقاطعة بده ينزل الشباب والصبايا والكل ينزل ويقولوا لا لأنه جلسة الثقة بده تعطي الثقة لحكومة لن تستطيع الإنقاذ حكومة وصيرها ما رح تقدر تنتش تشقل تنتشل هالبلد من الانهيار اللي هو بلشنا ننزلق فيه بلنا إجراءات خلي هيدولي مثلا الـ IMF الـ International Monetary Fund وصندوق النقد الدولي يكون في عندهم تعالوا نبلش نتناقش نحن وياهم بحاجة لما مساعدتهم بلش نتناقش معهم إنه هل فيه دورة لعملية فورية أو آنية أو مؤجلة تنحكي عمليا وفعليا شو لازم نعمل مشكلتنا إنه السياسة قبل الاقتصاد بهالبلد وهلأ عندك انهيار كامل جينا ما عدل أنه أنا بعتقد أنا ما بعتقد أنت شو رأيك لأنا بفكر هيك تعالوا عدوا جلسوا جلسوا لأنه ما إلنا طريقة تانية غير فلا إيقاف أنماط القديمة السيئة اللي جابت لنا الفساد اللي جابت لنا النهب اللي جابت لنا غزة لنا الطائفية اللي إجابة البلد حرقته حرقته وحرقته واستقبل أولادنا حرام وقته أنه حرام خلص لازم نشتغل سوا بإيجابية بطريقة بناءة و الله يلهم اللي معرق للأمور أنه يجلس الله يلهم و يكون عندهم حكمة و يقول فيه لبنان و عندهم أولاد و هنه كمان يخافوا أحانهم يخافوا أحانهم لأنه هيدا الجوع والغوغئية بدأت ترتد عليهم لا سمح الله ما بنية هيدا الفوضى بالبلد بس الجوع قاتل الجوع لي مش طائفي وحدي ولا ولا يعني منطقة وحدي بالعكس شوفوا يشو حلوين هالمناطق راحوا الناس راحوا عطرابلس عم بيروخوا على على النبطية عم بيجوا بيقولوا بيتحقوا علينا بيقولوا النسوان بالعكس المرأة عم بتعمل قيادات رائعة بهيدي الثورة عم بتبرهن أنه هي بتعرف تحتضن التغيير أنه هن الشباب الرجال مش أنه مش قادرين بس يعني صفوا جيل الشباب هن الصبايا والشباب سوا بس أنه مثل ما عم بتشوفيهم عم بتشوفي عم بيشتغلوا سوا بطريقة كتير حضرية وقال الله يعطيهم القوة أنه نكملوا وليزم يكملوا ورح يكملوا وإلا لا سبح الله إذا توقفوا بقرار منهم أو بقمعناهم الله يسطر الله يسطر إن شاء الله أنه تكون الأيام اللي جاي أفضل ويكون أنه فيه وعي لدى القيادات لإنقاذ لبنان وإنقاذ ما تبقى مثل ما بقولوا من هالمعاناة الكبيرة لهون نتوصل لحلقتنا منشات المساء لهذه الليلة بدي أشكر ضيفتي بيئة الاستوديو المؤسسة والرئيسة التنفيذية لبيروت إنستيوت السيدة راغيدة درغان كمان بدي أشكر جوزافي كريم على الهندسة الصوتية دعاء حمسي فرح كانت معكم من وراء المايكروفون شكرا للمتابعة صوت لبنان صوت الحرية والكرامة اشتركوا في القناة